راقبت بقلق المعارضة الإيرانية مسيح علي نجاد عناصر من الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي المتمركزين أمام منزلها في بروكلين لحمايتها من خطر لاحقها لسنوات النظام الإيراني مسيح نجاد عاشت مع تهديدات ومطاردة النظام الإيراني لها لسنوات لاستخدامها منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لرفع الستار عن خروق نظام ضد حقوق المرأة وقمعهم للشعب الإيراني ولكن الـ FBI أكد لها أن هذه المرة كانت مختلفة وأكثر خطورة موضحاً أن أربعة مسؤولين في المخابرات الإيرانية خططوا لخطفها من منزلها في نيويورك وأنهم أقرب لها مما تظن الخطر أحبطته الاستخبارات الأمريكية إلى حد ما حيث تمت إيدانة الإيرانيين الأربعة واتهامهم بالتخطيط لاختطاف الصحفية الأمريكية من أصول إيرانية ولكن الأمر استغرق ثمانية شهور من التحقيق والتتبع الأمريكي الذي تضمن تغيير حياة مسيح نيجاد لسلامتها بما في ذلك وضعها في بيوت آمنة استراتيجية النظام الإيراني ضد الناشطين والمعارضين في الخارج ليست بالجديدة مفادها استدراجهم إلى الداخل حتى لا تتهم بخرق القوانين الدولية وفي قضية مسيح نيجاد أرادت طهران استخدام الطريقة نفسها بحسب وزارة العدل الأمريكية التي أكدت أن أحد المتهمين بخطفها بحث عن خدمة تقدم قوارب سريعة على الطراز العسكري للإجلاء البحري الذاتي من مدينة نيويورك والسفر إلى فنزويلة التي تتمتع حكومتها بعلاقات ودية مع إيران ثم الذهاب إلى طهران لين حصبالة العربية